طيب عزيزي المواطن عزيزاتي المواطنة عايز ايه من جهاز حماية المستهلك قول طلباتك هتلاقي حضرتك السؤال موجود على فيسبوك لو سمحت حط السؤال بتاعك واحنا ان شاء الله هنجاوبلك عليه خانونا نرحب بشدة برأيه جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية وانتس ايمن حسام منورنا برحب بحضرتك ومشاهدينك المحترمين ببرنامج المحترم واللي انا بحس بدينا اكتر من حقنا والله خالص خالص على الاطلاق بمنتهى منتهى الانصاف الشغل اللي عامله جهاز اكتر من رائع اكتر من رائع وفعلا مش هزار لما الناس بتتصل او بتبعت الرسالة بتحصل استجابة يا رب يعني نستمر في ده والحقيقة فرصة بقى طالما حكي قلت كده ان انا الحقيقة اشكر فعلا وبصدق مش مجاملة اه كل زملائي في الجهاز الحقيقة اه بافخر انه جهاز حكومي بيشتغل اه بعقلية مختلفة لا نقدر نقول شبه القطاع الخاص ولا نقدر نقول شبه الحكومة لكن بقى ليه شخصية مختلفة يعني من غير اي مبلغة انا نازل اللي وجايلك دلوقتي وزميل اللي لسه في الجهاز برغبته قاعدين بيشتغل الساعة 11 و4 دقايق واخوانا في جهاز حماية المستهلك قاعدين في الشغل لحد دلوقتي اه رغم ان ده انا في رأيي اه مش نجاح النجاح ان احنا نشتغل من تسعة خمسة خمسة ايام في الاسبوع لكن اه بيحب شغلهم ومش عايزة ضيع وقت في انه يعني اقول اكتر من كده اه بيحب شغلهم وبقى لينا تارجت واضح بقى لينا حاطين مؤشرات اداء معينة وبقوا بيسابقوا الزمن عشان يحققوا ويمكن اهم مؤشر اداء بنعتمد عليه دلوقتي هو مدى رضاء المستهلك كل ما بنزيد يوم وبنبتدين نعمل سيرفيز او نعمل استقصاء رأيي ونلاقي نفسنا زيدنا واحد في المية بنفرح اه بنتشجع اكتر لو نزلنا بنتضايق وبنشتغل اكتر واكتر مع مجموعة مؤشرات اداء طويلة وعريضة اه منها زمن حل الشكوى منها عدد الشكاوى المتأخرة منها منها فالحقيقة انا مش عايز اه 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 يعني اتكلم كتير في ده عشان الناس اه حتتصور كده ان انا مدافع لكن اه نقدر نقول اه هي دي القيرة هي دي ده ده العصر اه اللي دخلها باذن الله الدولة كلها اه فكرة انك اه تشتغل اه بهدف اه بروح اه معركة شوي اه اه والحقيقة انه البني ادم المصري انا انا مش عايز اتكلم الكلام مش عايز اقول عشان الناس هتعتبروا مزايدات لا لا اقول البني ادم المصري بيبان اه لما بيبقى قدامه تحدي اه بص كده على اه مختلف اه الفترات المحن في مصر اه بدءا من الحاجات اللي احنا معاشناش وبنسمع عناها كحروب واستنزاف وحرب واوة والجريمة صفر في كل حرب تبقى معدل الجريمة صفر صفر اه مرورا بكل الثورات عفوا اللي مرينا بيها انتهاء بثورة يوني اه ثورة ثلاثين ستة شوف الروح بتاعت المصريين لما بيكون عندهم تحدي اه بتبان كل الحكاية ان احنا بقى عندنا جوا جهاز حماية المسالك تحدي احساسنا ان احنا جزء من اه ثورة حقيقية احنا مقتنعينها بتحصل في مصري دلوقتي اه اللي مش حاسسها هيحسها اللي مش حاسسها مستني نتاجها لكن احساسنا جزء مخلي الناس بتشتغل بالروح دي طبعا طبعا بنتعب وطبعا بنتدايق وطبعا بنشعر ساعات بانه ممكن يكون المقابل مش بحجم التعب لكن بشكل عام الروح دي مخليها الجهاز انا شخصيا سعيد وانا راح الشغل الصبح وزمالي سعيد صحا بنشتغل احنا مبسطين دي ما فيهاش بالمناسبة حتى تزيد المسالة كلها متعلقة بالواقع لانه ده هو الده اللي حصل يعني ما بنخترعش شيء ما مجراش على ارض الواقع هو ده اللي حصل لما يبقى اخوتنا او زملاتنا زملائنا اللي موجودين في جهاز حماية المستهلك موجودين لحد اللحظة اللي احنا فيها ما هو ده واقع في النهاية يعني وهناس دي ما راحيتش بيوتها فالناس دي قاعدة في المكتب بتشتغل مش قاعدين بتفرجوا على التلفزيون يعني عايزين نحقق الهدف بالضبط عايزين بنحط الهدف وبنجروا وراء المهم الاهم من دة كل ييكون المواطن فاعلا انحظ بيدا يعني ممكن ذيكون بنشتغل ونقع بنكون مش محسوس بته لا مش شغلنا مش محسوس احنا اللي همينا اااااا او المقياس الرئيسي اللي بنقيس عليه نجاحنا الاستقصاء الرأيي اللي بنعمله ونشوف بيه الناس راضية بمعدل ما وصلناش لـ 80 و 85% وصلنا دوبك في 78% و 77% ومع ذلك ده بالنسبة لنا نجاح هايل يعني إن إحنا نرتفع ونوصل لـ 77% و 78% رضا مستهلكين ده رائع فيه تقدم أهم حاجة لي فيه تقدم يعني بدأنا بـ 62% لما وصلنا لـ 78% يبقى احنا على الطريق يبقى شغالين صح حلو ده في حد ذاته بيحفز الناس طول الوقت